قوي بحث قيم وهذا بهذا الترتيب لا تجده في محل اخر عند الاعلام قول اللغوي واللغوي منين جايبهم ولا ها منين جايبهم ها سامعا من الامام المعصوم له اجتهاداته ولكن هذا منشأ الاستنظام انا ما رد اقول كل ما قاله خطأ ولكنه اعزائي نظري 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 اجتهادي من حقي وافقه ومن حقي جنو اخالف لا تقول لي قول اللغوي من حجة قول اللغوي من حجة قول اللغويين قراء مولانا لو اوافقه لو جنو لو اختلف معا ثم الطريق الاول اللي هو شنوه اعزائي ها الطريق الاول شنوه اقرو التبادر شنو دور القارئ في التبادر شنو دور الا دور لو ما الا دور هذا الذي نسيه في الابحاث الاصولية كامل مغفول عنه التبادر تبادر منه تبادر من تبادر العارف انت اسأل العارف يقول هذا وهو معكم اينما كنتم وحده شخصية يقول واضح واضح يقول لبابا شنو منه واضح يقول انت ما تفهم ليش لان المنظومة مالت منظومة وحده شخصية انطيها بيدي مل صدره يقول هاي دالة على الوحدة التشكيكي تقول علي شنو بابا خو واضح انت ماذا تفهم انطيها بيدي الاصولي يفهمها كما يفهم ابن سينة انطيها بيدي اخباري يقول كل هذولة كلهم هذولة هذولة كلهم كفار زنادقة النص الرواية واضح شوفوه ظهورها شنو الآن كثير من المناقشات اللي الآن موجودة على الفضائيات بعد بشكل رسمي ملانة الآن ابحاثنا ملانة هناك قنوات رسمية لمناقشة شنو ها جزاهم الله خير ولكن بشرط الانصاف معنا ليقتطعون هذا المقطع هذا المقطع هذا المقطع بابا القرآن اذا اقتطع يصير متشابه لو ما يصير متشابه ويصير متشابه لماذا كلامنا المقاطع ما لاته صارت شنو محكمات لابد انه تجمع هذا ويا هذا ويا هذا ويا هذا هذا الذي نعمل الظهور التركيبي للظهور شنو البسيط ولهذا انتم وجدتم احنا عندما دخلنا في كلمات السيدي الخوة يقدس الله نفسه في كلمات مرزجوات بيني وبنا قلنا مبنى هناك هايم كلمته هايم بالاضافة هايم اذا اكو كلمة اخرى هماتيانا نقوله ما عندنا مشكلة هذا بالمجموع لا لا بد تأخذ النتيجة التفتولي جيدا اشتركوا في القناة